أهلاً بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن طرق تكثيف شعر اللحية هناك العديد من الطرق التي تساعد على نمو شعر اللحية بشكل أسرع منها حلاقة اللحية بشكل منتظم عكس اتجاه نمو الشعر لتنشيط البصيلات الخاصة بالنمو وتعمل هذه الطريقة على زيادة كثافة الشعر وتعمل أيضاً على سوداد لونه غسل شعر الذقن مرتان في اليوم بماء دافئ أخذ القسط الكافي من النوم أيضاً يساعد على تكثيف نمو الشعر تجنب حك اللحية بعد حلاقتها وفي الأيام الأولى لنمو الشعر التدخين يؤثر بالسلب على نمو الشعر لذا يجب الإقلاع عنها تقليل نسبة السكريات فزيادتها تقلل من فرص نمو الشعر التقليم المنتظم للذقن للتخلص من الشعر المقصف الذي يعيق عملية النمو تكثيفه بزيت الخروع ملعقة ونصف من زيت الخروع ملعقة ونصف من زيت اللوز المر ملعقة ونصف من القرفة يتم خلط هذه المكونات ودهنها على اللحية وتركها حتى تجف وبعد ذلك غسل الوجه بالماء يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات إسبوعياً أفضل زيت لتكثيف اللحية هناك خليط من الزيوت يتمثل في ملعقة زيت زيتون ملعقة زيت جوجوبة ملعقة زيت اللوز الحلو ربع ملعقة من زيت الكافو ثوم حلقات صغيرة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تتبعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر